مرحبا أصدقائي شلونكم أتمنى تكونون بخير أهلا وسهلا بكم بفيديو جديد في قناة الاستثمار في العملات الرقمية بهذا الفيديو رح نتكلم عن عملة الهارموني بعد التهكير جسر الهارموني على شبكة الهارموني وسرقة ما يقارب 100 مليون دولار الآن يقترح فريق العملة فريق شبكة هارموني بزيادة إجمال المعروض من العملة بنسبة 33% طبعا حدث تهكير لشبكة الهارموني وتم سرقة ما يقارب 100 مليون دولار من شبكة هذه العملة طبعا حاليا عدهم اقتراحات أنه يزيدون نسبة العملة تقريبا 33% أكثر من 65 ألف محفظة يعني 65 ألف مستخدم في شبكة الهارموني اللي تم اختراقها طبعا الشهر الماضي حاليا الفريق يفكر يعوض هذا المتضررين اللي هم 65 ألف طبعا المقترح يتضمن سك عملات من عملة الهارموني تقريبا ما يقارب 4.9 مليار يعني تقريبا نقول 5 مليار عملة جديدة طبعا هذا المقترح مثل ما تشوفون حاليا في التويتر هنا هذا المكان مثل المنتدى اللي عملة الهارموني العالم الصوت طبعا هذه أكثر من 14 عملة تأثرت من عملية التهكير مثل ما تشوفون كل عملة مقابلها ايج قد بالدولار الأمريكي اللي تم تهكيرها يعني عملات كترة من ضمنها عملة الـ USDT اللي هو على الهارموني أيضا عملة USDC أيضا سوشي يعني هاي العملات تقريبا 14 عملة تأثرت مثل ما تشوفون المبلغ اللي تم تهكيره هو 99 تقريبا 99 مليون دولار هنا أنا أيضا يعني تقدرون تصوتون اللي يحب يصوت أنه موافق على هذا القرار بسك ما يقارب خمسة مليار عملة وان طبعا رح يكون هذا توزيع للمتضررين من هذه العملية طبعا التوزيع رح يكون على ثلاث سنوات التوزيع يوزع كل شهر نسبة لمدة ثلاث سنوات نشوف عملة الهارموني بالكوين ماركت سكاب مثل ما تشوفون سعره حاليا 0.02 طبعا نزل سعر العملة نخفض بعد هذه العملية طبعا الماركت سكاب حاليا لعملة الهارموني وان هو طبعا ماكس سابلاي موجود في العملة لذلك هم يريدون يعني يسكون عملات تقريبا خمسة مليار عملة يريدون سكوها جديدة لتعويض المتضررين من هذه عملية كتبونا بالتعليقات شنو رأيكم هل ستنجح هذه العملية هل يؤثر هذه الزيادة على عملة الهارموني وان تقريبا كان هذا كل شيء لا تنسى دعم القناة بلايك وكومنت وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد مع السلامة